وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالإسراء في بدء إنشاء المحور المقترح بمنشأة القناطر والتي شهدت مؤخر حدث سقوط سيارة في نهر نيل فرع رشيد تنفيذا لتوجهات الرئيس السيسي جاء ذلك خلال اجتماع لاستعراض موقف عدد من المشروعات التي تنفذ حاليا على مستوى الجمهورية كما أكد مدبولي على الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لمشروعات الطرق والمحاور جنبا إلى جنب منظومة شبكة القطارات الكهربائية التي يتم تنفذها حاليا والتي تمثل نقلة حضرية كبيرة وهو ما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة